وفي سيق أخر حذر رئيس البرلمان العربي من خطورة الأوضاع في السودان مع استمرار أعمال القتل والتدمير وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية كما تطرق العصومي إلى الأزمة في اليمن وليبيا حيث أكد أن البرلمان العربي يدعم بكل قوة كافة المساعي العربية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل لها ففي جمهورية السودان الشغيقة تزداد الأوضاع سوءا بسبب استمرار أعمال القتل والتدمير والتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية والتي بسببها حذر برنامج الأغذية العالمية في شهر مارس الماضي من حدوث أكبر أزمة جوع في العالم إذا لم تتوقف الحرب الدائرة لذلك فأننا نؤكد على ضرورة أن يكون للدول العربي دور أكبر في حل هذه الأزمة الخطيرة بما يحافظ على وحدة التراب السوداني وحدة الجيش السوداني وضع حدا للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها الميليشيات الخارجة عن القانون وعلى صعيد الأزمة في الجمهوري اليمنية فأن البرلمان العربي يدعم بقوة كافة المساعي العربية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة اليمنية بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته وفي إطار التطورات التي تشهدها دولة ليبيا نجدد دعوتنا إلى شقائنا الليبيين لإلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي والمضي قدمة نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستكمال الاستحقاغات التي تقود إلى تحقيق الأمن والاستغرار في كافة انحاء ليبيا الحبيبة اشتركوا في القناة